موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح يملأ قلوبكم احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج الدليل ولكن زي ما نوهنا قبل كده الحلقة دي والحلقة الجاية بنعمة المسيح ستكون مسجلة وهي ستكون عن تناقضات القرآن الحلقتين عن تناقضات القرآن احنا طبعا هنرجع لتحدي القرآن لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا هنشوف اذا كان وحيد طبعا هيقدم لنا تناقضات جديدة وحنسيب لكم انتو الحكم على اله القرآن اذا كان كسب التحدي ولا خسره ندخل للحلقة على طول وبنعمة المسيح نقدم لكم ونشوف اراءكم بعد كده خلونا نرحب بالاخ وحيد وحيد اهلا وسهلا بك اهلا فضوى واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع جاهز للتحدي بنعمة الرب بنعمة الرب القدير طيب ان كان كلمة تحدي فيها نوع من الصراع يعني واحنا بنقدم بس لهو اللي قدم التحدي يعني فاحنا بنقبله بنقوله واحنا موافقين فان كنت جاهز ممكن نبتدي على طول نشوف ايه اللي حتقدمهولنا النهر طيب بداية انا حابب ابدأ بصورة الطلاق ونشوف بعض النصوص القرآنية اللي وردت في هذا السياق وعشان بس يعني نوضح للأحباء المشاهدين فانا برضو حطيت النصوص القرآنية كالعادة على الكمبيوتر وهنتابع مع بعض ودايما بنلاحظ انه حتى المفسرين يعني كالعادة مختلفين في هذه النصوص لانه متناقضة مع بعضها البعض ابدأ بصورة الطلاق واحد في قول القرآن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بذلك امرا فهنا النقطة اللي انا مركز عليها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا في شرط ان يأتينا بفاحشة مبينة يبقى هنا احنا بنفهم من نصوص القرآن انه القرآن بيحذر احباء المسلمين انه يحافظوا على نساؤهم ولا يخرجوا نساؤهم الا ان تأتي الواحدة بفاحشة بعد كده يخرجا لكن حتى نفهم هذا النص جيدا فانا حابب انه نشوف مثلا تفسير الجلالين تفضل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتهن الا ان يأتينا بفاحشة زنا مبينة بفاحشة زنا مبينة بفتح الياه وكسرها بينت او بينة فيخرجن لإقامة الحد عليهن اذا هنا ابتدت الصورة توضح بعض الشيء يعني اذا في فاحشة والفاحشة هنا المقصود بها الزنا تخرج من هذا البيت لإقامة الحد يعني مش حيخرج لأي شيء آخر لإقامة الحد والحد معروف عند الأحباء المسلمين هو الرجل اذا الزانية المحصنة لان هنا يتكلم عن محصنة واحدة متزوجة بيقول لزوجة احفظها في البيت ولا تخرج إلا لو أتت بفاحشة الفاحشة الزنا تخرج لإقامة الحد عليها كما ذكر الجلالين قبل أن أدخل في التناقض بداية أين هي آية الرجم في القرآن آية الرجم التي سيقيم بها الحد لا وجود لها في القرآن خلينا أذكر ما قاله عمر بن الخطاب في صحيح مسلم نعم في صحيح مسلم في كتاب الحدود في باب رجم السيب قال عمر بن الخطاب وهو جالس على من بري رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ورجمنا بعده يعني الآية كانت موجودة الآية كانت موجودة وكانت مطبقة وكانوا يعملوا بيها ورجم رسول الله ورجمنا نحن وعمر بن الخطاب يكمل الحديث في مسلم ويقول فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف فهنا بالنسبة لعمر يقول وإن الرجم في كتاب الله يعني كانت موجودة في كتاب الله ورجم بيها هو رجم بيها الرسول رجم بيها الصحابة كلهم مع بعض عملوا بهذه الآية وهذه الآية ليست في مصاحف المسلمين اليوم بكل القراءات الموجودة غير موجودة ولا حتى العمل بها يعني في فين في الدول الإسلامية إحنا بنشوف مثلا حد الرجم بيطبق على المسلمين طيب ما شو أولا لما تثبت البيّنة تثبت الفاحشة من الذي قال أن في الإسلام إثبات الزنا أمر سهل أمر صعب جدا لأنه إثبات الزنا أن يكون في أربع شهود وعدل يعني مش أي شاهد ولازم ما يكونوش واحد منهم نصراني ولا يهودي لازم مسلمين ومشهود ليهم وبعدين دول يشوفوا أشياء معينة يعني مش أي يعني حادثة زنا فده شيء مستحيل وبالتالي الاعتراف شيء صعب يعني أن واحدة تأتي لتعترف أو شخص إذن الاعتراف غير موجود والشهود لا يمكن فكيف يتم تطبيق الحادثة الشيء الغريب أنه هو بيوصفهم بالضلال يعني حيضلوا لو هما ما طبقوا حدود الله اللي هو عمر اللي هو عمر صحيح في الحديث صحيح يعني ما شاء الله المسلمين لا لا توجد دولة اليوم تطبق الحدود يعني بسهولة أين الدولة الإسلامية التي تطبق الحدود اليوم كل الحدود يعني هناك قصاص ربما قصاص لكن الحدود في حد ذاته كما هي لا نجد تلك الدولة التي تطبق الحدود نأتي إلى سورة النساء 15 اللي حتبين فيها التناقض ولا هي في نفس السياق إحنا سنشوف الآية وبعد كده نشوف هل هي تتماشى مع الآية السابقة ولا فيها تناقض سورة النساء 15 يقول والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا طب أي آية دلوقت هي الآية السليمة من منذ قليل قرأنا آية فيها اخرجوهن من البيوت وقرأنا الجلالين يتم إخراج النساء لإقامة الحد هذا نس قرآني مختلف تماما 180 درجة يضرب النص الآخر ويقول لا أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يلاقلهم أي سبيل آخر طيب أليس هذا تناقض أحباء المسلمين في القرآن أي آية هي الصحيحة وهل أيضا هنا سيحاول العلماء الخروج من هذا المأزق بقضية الناسخ والمنسوخ كما تعودنا نص قرآني يقول أمسكوهن في البيوت لحد الموت ونص آخر يقول لا اخرجوهن من البيوت فيترى أي النصين صح في هذه النصوص القرآنية أنا حابب أقرأ بعض التفاسير تفضل نحن 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 لن يبقى أي أعزار تانية تمام إذن في القرطبي واللي باب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي نقرأ يقول هذه أول عقوبات الزنا وكان هذا في ابتداء الإسلام حتى نسخ بالأذى الذي بعده ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في السيب وقالت فرقة يعني برضو مش متفقين على النسق بل كان الإذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك ولكن التلاوة أخرت وقدمت طب ده يعني هل دي عقيدة يعني دلوقت هل العقيدة شيء سابت الآن نجد المفسرين في في ورطة بعض المفسرين قالوا التي كانت على الرجل أن يمسك المرأة كانت هي الأولى ثم نسخت بالرجم بالأذى أن ترجم والبعض قال لا بل التي كانت الرجم هي الأولى ثم نسخت بالإمساك في البيوت طيب أين العقيدة أين التطبيق أين الشريعة يعني الأحباء المسلمين في النقاش يقول لدينا شريعة وتفصل كل شيء حتى كذا وكذا طيب الآن في أبسط الأمور نجد التضارب في حالة الزنا إذا كان القرآن فيه وقايتين متضارمتين وإذا كان التفاسير كل يزكي واحدة أنها الناسخة الترتيب ليس معروف طبعا الترتيب غير معروف فإذا هذه واحدة من الآيات نقدمها للأحباء المسلمين لكن قبل أن يتكلم عن اللائي يأتيانها منكم وده شيء غريبي هل النساء دول الوحدة هتعمل الفاحشة في نفسها ماهو لازم هيكون فيه رجل معها طب فين الرجل هنا طيب ماهو دا دايما العنصر الضعيف المجتمع المجتمع الزكوري والعنصر الضعيف هو الذي يقع عليه العقاب أيوة بس ده لو إحنا بنتكلم عن المجتمعات طيب ماشي المجتمعات ممكن تظلم بشر في النهاية إحنا بنتكلم عن إله ومن الذي قال أن إله القرآن ليس الزكوري أيضا يعني يمسك كل التشريعات التي ذكرها إله القرآن نجده يعني أيضا تشريع الزكوري ميال للرجل طبعا ولذلك نحن لا نسق أن هذا يمكن أن يكون كتاب من عند الله لكن خليني أقرأ أيضا في هذه الجزئية طالما مسكناها نعم أن البعض يعتقد أنه الرجم ده يعني مجرد شيء نسخ أنا أتكلم الآن عن نص الرجم نعم في حين أن المراجع الإسلامية الصحيحة لا تقول هذا الأمر يعني لا يتكلم المراجع المرجع لا يتكلم عن نسخ نعم يتكلم عن أمر غريب جدا في سنن ابن ماجا وأعتقد حديث معروف يعني للكل عن في كتاب النكاح لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها والحديث حسن درجة الخلاصة يعني دخل داجن فأكل آية الرجم أكل القرآن نعم والداجن ذا الحيوان الأليف المنزل صحيح طيب يعني هنا الحديث لا يتكلم عن نسخ أو عن شيء آخر إذن نص الرجم مفقود يعتبر إلى حد ما يعني عالجوا هذا الأمر بنوع من أنواع النسخ أنه ما نسخ لفظا وبقي حكما فقالوا آية الرجم من هذا النوع أنها لفظا حرفا منسوخة نعم وهذا الأمر غريب يعني حرف مش موجود ينسخ بس عشان يتعمل به يعني هل هذا هو المنطق يعني إذا كان أنا بكلم الأحباء المسلمين الآن لا تسمعوا الكلام وترددوا الكلام فكر فيها بس ببساطة كده يعني إله عاوز يغير كلامه ينسخ كلامه فيروح يشير الحرف الكلام المكتوب يشيره ويخلي الحكم باقي ده يعني كلام في منتهى الغرابة والأخ المسلم بيصدق الكلام ده إنه من عند الله إذن نرجع إلى الجزئية الأولى طب استنى قبل الجزئية الأولى لأنه يعني يعني وجود لسه في لوح المحفوظ ولا أكلوا داجين هناك كمان ولا وفين احترام عائشة لما القرآن تحت سريرها وفين زوج عائشة من وجود القرآن تحت السرير طبعا أسئلة كثيرة جدا وأسئلة يعني مشروعة يعني بس نعتقد الأحباء المسلمين يجيبوا على هذه الأسئلة لأنه حتى رضاعة الكبير ما هي قرآن يعني بيفتكر أنه رضاعة الكبير أحاديث لا رضاعة الكبير نفسها قرآن واتاكلت مع آية الرجم فإذن عودة إلى الجزئية حتى ألخص الفكرة للمشاهدين هناك نص تشريعي لرجم الزانية المحصن أو الزانية المحصنة لا وجود له في القرآن كان موجودا والآن ما عاد موجود حلوا هذه الجزئية هذه المعضلة هناك نوع من النسخ أنه ينسخ الحرف أنا لا أجد هذا إله يعني يتعامل بعقليانية أو بمنطق مع الناس ولأنا هشيل الكتابة بس أنت عملوا بالحرف طب لما هنعمل بالحكم أنت شعيل الحرف لي مفروض يكون موجود هذا النص في تشريع منه إذا واحدة زنت آية تقول امسكها في بيتك للمسلم ولا تخرجها إلى أن تموت ونص آخر يقول لا اخرجوهن من بيوتكم لم نعرف القرآن لم يقل لماذا يخرجهم من البيت لكن بالرجوع إلى التفاسير قالوا لإقامة الحد الحد عليهن طيب أي النصين صح مع عدم وجود أصلا آية الرجم آية الرجم مش موجودة وفي نصين نص امسكهن ونص لا اخرجوهن من البيوت أي النصين صح أحباء المسلمين وكيف يكون تشريع في نقطة جوهرية جدا في القرآن لا نجد يعني وضوح لهذا التشريع وهو رجم الزاني أو الزاني المحصن طيب احنا أنا عن نفسي أسيب الحكم زي ما تكلمت مع الأحباء المشاهدين نسيب الحكم ليكم وشوفوا إذا كان هل ده تناقض ولا مش تناقض يعني هل إله الإسلام خسر التحدي بتاعه ولا كسب التحدي بتاعه وحنشوف بعد كده يعني المجهزه لنا يا وحيد أمين إذن أنتقل إلى جزئية أخرى أيضا فيها تناقض وتناقض صارخ وواضح جدا بالنسبة إلى الجمع بين الأختين في الزواج أن يجمع المسلم بين أختين يتزوج أختين نعم سأقرأ نص قرآني وبعد ذلك نتكلم كمان ناخد بعض التفاسير علشان نكون منصفين يعني نحن لا نفهم القرآن على مزاجنا طبعا طيب في سورة النساء سورة النساء 23 يقول إله القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن دول كل دول محرمات محرمات فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاء الأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما يعني الجمع بين الأختين ممنوع محرم خلاص إلا ما قد سلف يعني إلا اللي حصل قبل النزول الإسلامي يعني في الجاهلية مثلا أو على الأقل قبل نزول الآية دي قبل ما قد سلف إذن هناك اتفاق أن الآية هنا عامة الجمع بين الأختين ففي فريق قال الحرائر إذن لا نجمع بين الأختين ولكن الإماء إذا كانت فيه أختين جاريتين أمتين يمكن أن يجمع بينهما لأن القرآن مش محدد لأن القرآن مش محدد فإذن هنا حصلت المشكلة لأن القرآن مبهم الجمع بين الأختين إذن هذا النص سنفترض كما فرضا المسلمون وعلمائهم أن هذا النص هو النص المحرم للجمع بين الأختين إن كانت حرائر أو إماء لكن هناك نص آخر يبيح الجمع بين الأختين في حالة إنهنا كنا إماء أو جواري هذا النص في القرآن والشيء الغريب أنه بعد يعني إحنا قرأنا النساء 23 هو النساء 24 مباشرة هو النص الذي أحل الجمع بين الأختين يعني 23 حرمت و24 حللت صحيح صحيح خلينا نقرأ 24 يقول والمحصنات وهنا يتكلم عن الحرائر خلاص والمحصنات من النساء إلا هذا الاستثناء ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلكم اللي قرأنا في 23 إلا قرأنا في 23 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما طراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما إذن هذا النص القرآني فهم بعض العلماء منه إنه لا الجمع بين الأختين محرم إذا كنا حرائر محصنات حرائر لكن إن كنا إماء يجوز الجمع بين الأختين فالآن هذا تناقض يعني هل يسمح الجمع بين الأختين في المطلق في المطلق لا يسمح ولا لا يسمح في حالة معينة هذا الأمر أدى إلى حيرة وقع فيها كبار الصحابة أعطيك أمثلة في الفخر الرازي وفي الشوكاني والألوسي والقرطبي كلها تفاصيل للقرآن لسورة النساء 24 ذكر الآتي ذكره عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين ما ملكت اليمين فقال لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية يا حلاوة ده واحد من الخلفاء الراشدين بيسأل في قضية في قضية هامة تشريعية في الشرع بواحد بيسأل وأجمع بين الأختين ينفع إماء ملكات يمين فعثمان بن عفان الرجل الكبير الذي له وزن في الإسلام طبعا قال أنا لا أقول لك لا أحرم ولا أحلل ليه يا عثمان لأنه في آية أحلتهم وآية حرمتهم طيب يعني رجل بثقة عثمان بن عفان لا يعرف فمن يجرؤ من الأحباء المسلمين اليوم ويقول أنا أعرف فإذن في مشكلة في مشكلة أن القرآن فيه تناقض وإن كان من عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثير وإحنا شايفين اختلاف مش كثير كثير جدا إذن هنا فيه اتنين من فيه نصين في القرآن كل يضرب الآخر الشيء الغريب أنه الآية اللي أنت لسه يعني جريتها بيتكلم هو عن زواجه وفي نفس الوقت بأموالكم مش عارفة زواج إيه اللي بالأموال ده لا هنا يتكلم عن ملكات اليمين إلا ما ملكت أيمانكم يشتري طبعا يشتري ويبدل زي ما هو عايز فهنا بتكلم عن ملكات اليمين وملكات اليمين مش زواج لا لا ليس زواج في الإسلام الزواج من أربع أما ملكات اليمين فبلا عدد لا مشكلة في هذا الأمر ليست زوجة ملكة اليمين وبيأخذ ملكة اليمين كزوجة بس هي مش زوجة وعادي يعني ما فيش مشات طبعا وما فيش زنة لا يحسب زنة لا يحسب عنده زنة ملكة اليمين لكن أنا عايز قبل ما أنهي الجزئية دي عندي برضو جزئيتين أريد أن أقرأها في الآيتين المتناقضتين الآية أحلت وآية حرمت في القرطبي للنساء 24 يقول أنا عايز أعرف الآية وأنا جبت الآية دي من عندي لا العلماء يقول والآية التي أحلتهما أي الأختان الأختين قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخر النص يعني الآية التي أحلت موجودة في القرآن يعني الشيء الغريب كمان في هذه الجزئية أن الآيتين لا يوجد واحدة فيهم منسوخة يعني هنا لا نجد ناسخ ومنسوخ الآيتين كما هم لم تنسخ واحدة حرفا ولا لفظا ولا حرفا ولفظا مع بعض حرفا وحكما عفوا حرفا وحكما موجودتين الاثنين ما فيش نسخ ليهم طيب إن شاء الله أي وحدة يعمل بها ده كلام ده بعد ما موت بعد موت رسول الإسلام سئلة عثمان بعد موت الرسول اللي كان يعني بين قوسين له الحق في النسخ إنه تنزل آية تنسخ آية أو حديث ينسخ آية بعد موت الرسول عثمان الآن متورط مش عارف أي آية يعمل بها فقال له لا أحل ولا أحرم في آية أحلت وآية حرمت وبعد ذلك يقول القرآن ليس فيه تناخذ وما للإحنا شايفينه ده إيه في جزئية في موطأ مالك أختم بها بس جزئية دي علشان إلى حد ما نكون بنقدم شيء واضح في موطأ مالك في كتاب النكاح أيضا فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله فسأل عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي ابن أبي طالب أريد أن نشرح الكلام ده يعني سئل عثمان وبعد كده خرج الرجل السائل السائل فوجد رجل له شأن من أصحاب رسول الإسلام الحديث هنا يقول ربما كان علي ابن أبي طالب فسئله الجمع بين الأختين فعلي يقول إذا كان الأمر بإيدي أنا هأنكل بهذا الرجل اللي يجمع بين الأختين وفلا أحب أن أصنع ذلك ده شخص هنا بيتكلم اللي هو عثمان أحلته مآية وحرمته مآية فأما أنا عثمان يقول فلا أحب أن أصنع ذلك طيب عثمان ابن عفان هو أشرف من كاتب القرآن يعني مش حابب أن يجمع بين الأختين وعلي ابن أبي طالب يعني اللي حيعمل الشخص اللي بيعمل كده اللي حيجمع بين الأختين حينكل به طيب ما هو برضو نفس السؤال يتسأله أنت أشرف من إله القرآن إذا كان آية أحلتهم فأنت زعلان ليه علشان كده أنا دائما أحب أقول للأحباء المسلمين وأنا لا أقول للتجريح أن من الأحباء المسلمين حتى في أيام الصحابة وبقراءة سورة النساء 24 نجد أن كثير من الصحابة كان لهم مبادئ القرآن كسرة حتى أذكر الأحباء مثلا في غزوة أطاس لما سبوا نساء وكان لهم رجال أحياء فقالوا لرسول الإسلام يعني عندهم رجال أحياء كيف نطأهن فقالوا لهم لا السبي يكسر ما قبله خلاص بالسبي أصبحنا بلا رجال ولذلك نزلت هذه الآية في هذه المناسبة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخرين فإذن هنا بيظهر لدينا شخص يقول أنا لو شفت شخص بيطبق هذا النص القرآني النص القرآني أنا حأنكل به ده ربما يكون علي ابن أبي طالب فطبعا هنا ده التناقض اللي موجود في القرآن يؤدي إلى كل هذه الملابسات اللي احنا شاكين طيب التحريم ده يعتبر على أساس أنه ده زواج محارب صحيح الجمع بين الأختين يعني أختين بيتزوجوا شخص واحد صحيح فأنا ما عرفة يعني هل ده إله اللي بيشرع الحاجة دي هل يعني إذا كان أهول إنسان في الجزيرة العربية على أيام محمد كان رافض فكيف إله القرآن إله الله القدوس إذا كان طبعا إحنا بنتكلم إذا كان هو الله كيف بيكبل حاجة زي كده بعدين لما هو بيحلل وبيحرم آيتين وراء بعض هل هو نسى الآية اللي فاتت؟ يعني لما نجح حلل في آية 24 هل الآية 23 هو نسى؟ ما هي ذي المشكلة أنه القرآن ما نزلش كل مرة واحدة ونزل متفرق وحتى في الجمع وضع بطريقة يعني لا تتناسب مئة في المئة مع الطريقة اللي نزل بها لكن خلينا أدي الأحباء المسلمين فكرة عن ليه ده لا يمكن أن يكون صحيح الجمع بين الأختين عندنا في المسيحية كلام موجه للأحباء المسلمين أن الزواج يقول السيد المسيح له كل المجد ليس بعد إثنان بل جسد واحد خلاص الرجل وإمرأته أصبحا جسدا واحدا وبالتالي لأنه ما أصبحا جسدا واحدا فأصبح أخوان الزوج هم إخوة للمرأة وهم جسد واحد وإخوة وأخوات المرأة أصبحوا كمان إخوة للرجل لأن الزواج الذي جمع الرجل والمرأة فأصبحوا جسد واحد أصبحت كل الإخوة من الطرفين هم أيضا إخوة لبعضهم البعض فلا يمكن أن الزوج يروح بعد ما تزوج زوجته يروح يتزوج أختها لأنها أصبحت أخته حتى لو بعد ما ماتت زوجته حتى لو بعد ما ماتت زوجته يعني إحنا مش بنتكلم هنا عن الجمع بين الأختين وإنما بنتكلم عن بعد الموت مجرد الزواج لا يصح يعني فإذن يعني عمق عقيدة الزواج وفكرة الزواج في المسيحية هو ده اللي غائب عن الأحباء المسلمين وعلشان ليس بعد إسلام بل جسد واحد ده اللي بيعمله روح الله القدوس في الزواج أنه يجمع الاثنين إلى واحد وهذا ليس أمر غريب لأن في القديم حواء خرجت من جنب آدم كانت في جنبه فخرجت من جنبه من جسده من جسده كانوا جسد واحد ففي الزواج تعود حواء مرة أخرى إلى جنب آدم في الزواج الله يأتي بهذه المرأة اللي ممكن تكون غريبة عنه وعن جنسه وعن عرقه الله يعيد حواء مرة أخرى فيصير الإسنان جسد واحد من جديد فيصير الإخوة من هنا والإخوة من هنا كمان إخوة للطرفين للزوج والزوجة ده عمق فكرة الزواج في الكتاب النقدس طيب أنا بشكرك على اللي فات وبرجع أسأل المشاهدين تاني هل ده تناقض إنتوا شايفين إيه هل ده تناقض ولا دي حاجة طبيعية دينا فيه أكثر من تناقض وإحنا قبل كده خدنا تناقضات في القرآن وحنتابع وحنشوف وحيد متجهز لنا أي تاني كويس ننتقل إلى نصوص أخرى قرآنية وفي نهاية الأمر إحنا بنقدم دراسة للأحباء المسلمين وهما لهم الحق يرجعوا إلى كل المراجع اللي إحنا بنشير لها يعني إحنا هنا ما بنقدمش فكرة خاص إحنا بنتساءل من خلال مراجع إسلامية موجودة أمامنا والمراجع الإسلامية تقر بهذا التناقض طيب في سورة لقمان 14 يقول القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملت همه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير كويس؟ هنا النص القرآن اللي قدامنا بيتكلم عن فصاله يعني فطامه في عامين الطفل الطفل بعد ما يتولد يرضى من أمه عامين ففصاله يعني فطامه من أمه بعد عامين خلاص مفهومة واضحة وين كنت أنا يعني أنا مش عارفة ليه إيه اللي بيدخلوا إليها يعني إيه اللي بيدخلوا في الحاجات دي ده حاجات في المجتمع يعني حاجات بالفطرة اللي هما دايما بيتكلموا عنها فأنا مش عارفة بس باشي طيب على كل نحن بعشوها حنفاجأ بالأمر يعني فيه مشكلة يعني نحن بعشوها حنفاجأ إنه الموضوع فيه مشكلة لكن على كل الأحوال دي سورة لقمان سورة لقمان دي واحد كان جاي الحج أنا نسيت اسمه دلوقتي فتقابل مع رسول الإسلام فعرف إنه عنده مجلة اسمها مجلة لقمان فسأله هل ما عندك مثل ما عندي فقال له اقرأ فقرأ قرأ له ما كان موجود بين يديه عن مجلة لقمان فوجئنا إنها دخلت في القرآن ده محمد الشعف الرجل وقال له ايه اللي عندك وقال له ما عندك قال له مجلة لقمان اقرأ قرأ عليه ما هو موجود في مجلة لقمان اللي بين يديه وجدناها بعد كده موجودة في القرآن عجبوا الكلام وهو طبعا أخذ من كل من أشياء كثيرة فلقمان كلام لقمان لابنه هذا لم ينزل على رسول الإسلام هذا جاء به شخص كان بيعتمر في الكعبة أو بيحج في الكعبة واحد بنصح ابنه وبتكلم معه نعم فوجدنا هنا في كلام لقمان إنه فيصاله في عامين عشان كده هو ما ينفعش إنه إله يعني الله يتدخل في إنه يحدد في طامه في عامين ولا في عشر أعوام طبيعي يعني طبيعي أنا أفطم ابني بعد السنة بعد السنتين بعد ثلاثة ده حاجة ترجع لي أنا ده صحيح لكن على كل الأحوال هو حينما أراد أن يقلد هذا الأمر في أماكن أخرى من القرآن وهنا وقعت المشكلة وقع التناقض والاختلاف في سورة البقرة 233 يقول وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ خليم لكم من كاملين دي يا إخوة لمن أراد أن يتم الرضاعة طيب لحد دلوقتي متفقين الآيتين صح؟ بالضبط كده الآيتين متفقتين فهنا يرضع الوالدات يرضعن أولادهن حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ طيب ممتاز نروح إلى سورة الأحقاف 15 في سورة الأحقاف 15 يقول وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاسُونَ شَهْرًا هنا بدأت المشكلة الحمل والحمل والفصال والفصال ثلاثون شهر هو الفطان الفطان هنا يتكلم القرآن عن وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ طبعا حاولوا مجاهدين وجابوا كلام لعلي ابن أبي طالب مع نساء الجاهلية وغيره عشان يحاولوا يعني يغلقوا هذه الصغرى الموجودة مع أن القرآن لا يتكلم عن حتى حالة شازة في امرأة وضعت بعد ستة شهور وأنا أسق أنا لست طبيبا ولكني أسق طبييا هذا الأمر صعب جدا أن طفل يكون الحمل بتاعه ستة شهور ويولد ويعيش لكن بإفتراض أن حالة زي كده ممكن تحصل القرآن لا يتكلم عن الحالة الاستثنائية هنا القرآن يتكلم مع كل الناس عن الوضع العام يقول حمله وفصاله الحمل المفروض تسعة شهور والفصال مفروض أربعة وعشرين شهر تسعة وأربعة وعشرين مش ممكن يكونوا تلاتين أبدا مع أنه في النص اللي احنا قرأناه منذ قليل حمله وفصاله ثلاثون شهر فإذن في إشكالية خلينا أتابع مع الأحباء المشاهدين بس العملية بتاعة الحساب هنا نشوف مع بعض مدة الرضاعة زي ما احنا شايفين أربعة وعشرين شهر زي ما ذكر القرآن حول لين كاملين يعني سنتين كاملتين طيب بعد كده يبقى حمل زائد رضاعة في نص قرآني تاني بيقول المفروض تلاتين شهر النتيجة الطبيعية إذا مدة الحمل فقط في هذه الحالة ستكون ستة أشهر وهو الأمر غير الطبيعي وغير الممكن هل ذا سبب مشاكل في أيام الصحابة سبب مشاكل في أيام الصحابة يعني هنا قبل أن أنتقل أنا أحب أن أتوجه للأحباء المسلمين تفضل هل القرآن لما بيتكلم عن حمله وفصاله ثلاثون شهرا بيتكلم عن حالة استثنائية أبدا كان بيتكلم مع كل الناس ولا في حالة استثنائية ده النهاردة بنتكلم عن العلم المتطور والأجهزة والكلام ده كله ماشي ممكن الطفل يتولد ستة شهور وبيدخل في حضانة وأجهزة وممكن يعيش لكن إحنا بنتكلم عن أيام الرسول يعني يعني اللي حيتولد ستة شهور حيموت تماما لكن في مشكلة هم مش واخدين بالهم منها أيضا كانت مشكلة للصحابة هو أكيد أكيد لازم يكون فيه مشكلة يعني دلوقتي طيب حمله وفصاله سلاثون شهرا فخليته عشان تطلعوا من الورطة دي قلتم الحمل ستة أشهر طيب الحمل سبعة أشهر هيكون الرضاعة كم إذا كان حمله وفصاله لازم يكونوا تلاتين شهر طيب واحدة حملت ولدت بعد السبعة أشهر مش هيكون 24 شهر الرضاعة واحدة حملت بعد ثمن شهور ولدت بعد ثمن شهور مش ممكن هتكون الرضاعة 24 واحدة حملت عادي ولدت عادي زي كل البشر تسعة أشهر يبقى زل القرآن فيه مشاكل وخلي بالك هم ما حسبوش الأربع سنين طبعا ده موضوع تاني كبير جدا الحمل اللي عندهم اللي ممكن وإحنا سمعنا يعني مفتي الديارة المصرية هو بيتكلم عن أنه الحمل ممكن يوصل لأربع سنين طب ده فات حتى السنتين يعني بتوع الفطان صحيح يعني دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا يعني موضوع الأربع سنين ده موضوع تاني لكن هم دلوقتي حاولوا يحلهم مشكلة الستة أشهر فاعتبروا أن النص القرآني يكلم كل النساء حمله وفصاله سلسون شهر هو ما بيتكلمش لو لكل النساء يبقى كارثة طبعا ودي الكارثة الموجودة هنا لو واحدة حملت تسعة شهور مش هترضع أربع وعشرين بالنص القرآني اللي بيقول حمله وفصاله تلاتين شهر مع مناقضة النص اللي بيقول الرضاعة حولين كاملين خليني أقرأ جزئية من ابن كسير للأحقاف 15 ماذا قال ابن عباس عن ابن عباس قال إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاعة أحد وعشرين شهرا ما وقلق نفسه في ورطة وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاعة سلاسة وعشرون شهرا وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين الكارثة إنه ابن عباس عشان يطلع من المأزق اعتبر إنه ستة أشهر هذا هو الوضع الطبيعي لكن الغير طبيعي لو ولدت بعد سبعة أشهر والغير طبيعي لو ولدت بعد ثمان أشهر والغير طبيعي والشاز إذا ولدت بعد تسعة أشهر فكفاه واحد وعشرين شهر من الرضاعة هل دا كلام يستقيم ولا أنتو مش عايزين تواجه الحقيقة واجه الحقيقة لأن الأمر مش مجرد واحد عنده جرح وعمال يغطع الجرح وعارف إنه الجرح منتن وفيه عفونا وحيسبب له مشاكل شيل نظف الجرح عشان الجرح يعرف التأم كويس كل هذه مشاكل موجودة هل الوضع الشاز يا ابن عباس أنه تلد المرأة بعد تسعة أشهر وتقول لي يكفيه من الرضاعة واحد وعشرين شهر طب فين كلام القرآن الرضاعة حولين كاملين بالضبط بالضبط هو كده يعني بيدي فرصة أنه خالص خالفوا القرآن إذن بمنتهى البساطة صحيح أنا عايز أتكلم بقى عن الفطرة اللي هما بيتكلموا عنها مش بيقولوا الإسلام دين الفطرة مع أنه أنا أحصيت عدد هائل جدا أنه الإسلام ضد الفطرة تماما ضد طبيعة الإنسان ضد فطرته ونستطيع أن نفرد لهذا الأمر حلقة أيضا لكن خلينا دلوكتي في هذه الجزئية معرفة الإنسان فطرة الإنسان عرفه في كل مكان لا يعرف ولاده بعد ستة أشهر قبل ولاده بعد ستة أشهر يعني واحدة تحمل ستة أشهر وتالت طفل ده مش موجود عنده ونسبلة بيسمعوا بيها خليك من العصر الحديث دلوقتي والحضانات حتى في الحضانات ستة أشهر فيها برضو مشكلة وشيء غريب طبعا فيها مشكلة فيها مشكلة كبيرة نحن بتكلم عن إكمال تكوين جنين طبعا طيب أنا حقرأ هنا جزئية حصلت مع عثمان بن عفان برضو برضو في هذه الجزئية بالذات خلي المشاهد تابع معي عن بعجة بن عبدالله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينا فولدت لتمام ستة أشهر يعني بعد ستة أشهر ولدت فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر له ذلك فأمر بها عثمان أن ترجم ليه خلينا قبل ما أكمل الحديثنا ليه أمر بها عثمان أن ترجم اعتبرها زانية ليه زانية لأنه ما فيه ستة بتلت بعد ستة شهور دي معرفة البشر وحتى الزوج وحتى الزوج استغرب الزوج ليه راح لعثمان لو هو شيء طبيعي وأنه ممكن يعني المرأة تولد وهي عندها ستة شهور صح ليه راح لعثمان لأنه ده في معرفة البشر في عرف البشر أنه ده مش ممكن يحصل ستة شهور ده وضع مش طبيعي فأول ما زوجها بعد ستة شهور ولدت له قال لي بقى فيه زنة راح لعثمان عثمان الخليفة قال يرجموها الخليفة الراشد قال يرجموها ولفاء الراشدين طيب نكمل الحديث فأتاه علي فسأله عن ذلك فقال إنها ولدت لستة أشهر تماما وهل يكون ذلك فقال علي طبعا أما سمعت الله يقول وحملوا وفصالوا سلسون شهرا فرعا لعمل وقال وفصالوا في عامين الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فلم نجد إلا بقي ستة أشهر فقال عثمان والله ما فطنت لهذا فأمر بردها يا سلام تخيل يا علي بيت صرف إزاي يريد أن ينقذ المرأة أنت ما أردتش في القرآن يبقى إذن ما هو في القرآن هو ورطة ورطة كبيرة ضد العقل ضد العقل وضد العلم وضد كل شيء وضد معرفة الإنسان وفطرة الإنسان أنه لا يمكن أن تكون ولادة بعد ستة أشهر وكان عثمان محق في هذا الأمر أن ترجم المرأة لأنها واضح أنه في أمر خطأ حصل علي قال أنت ما بتقراش قرآن هو واضح أنه ما يعرفش حاجة في القرآن عثمان أنه حمله وفصاله في سلسون شهرا فإذن قال له اتبقى كام؟ اطرح يا عثمان مش عارف اطرح 24 حولين كاملين للرضاعة من التلاتين يبقى ستة أشهر هذا الوضع العادي يا عثمان الوضع العادي الغير عادي أنها تلت في تسعة أشهر إذن هناك تضار في آيات القرآن لأن القرآن حينما يتكلم عن رضاعة حولين كاملين يتكلم عن الولادة الطبيعية بعد تسعة أشهر ولا إيه؟ مش ستات المسلمين النهاردة في كل مكان اللي بيولدوا بعد تسعة أشهور مش بترضيع سنتين لو عايزة تطبخي كتاب القرآن ولا بتقولي لا أنا حملت بي تسعة أشهر ما أرضعهوش سنتين كاملتين أطرح بقى وأرضعه واحد وعشرين شهر بتعملي كذا؟ ما بتعمليش كذا ليه؟ ليه؟ لأنه أنت فاهمة أن الرضاعة حولين كاملين مع أنك أنت ولدت بعد تسعة أشهر فلما تجمع تسعة مع أربعة وعشرين يبقى إحنا طلعنا تلاتة وثلاثين تلاتة وثلاثين شهر ما يبقاش القرآن صادق في هذا الأمر ويبقوا هما مخالفين للقرآن ببساطة وأكيد من غير ما يدروا من غير ما هما لأنه الموضوع مش فهم ولا حيفضل يربطوا الآية دي بالآية دي عشان يشوفوا إيه الصح وإيه الغلط خلاص حمله وفصاله فيه عامين مش هتفكر في الحمل إذا كان ستة شهور أو تسعة أو عشر صحيح خلاص هو ده الطبيعي يعني صحيح فإذن النساء النهاردة اللي بيسمعوني من الأخوات المسلمات هيفكروا في الكلام ده صح ما كل واحدة هتقول أنا ولدت بعد تسعة أشهر وردعت السنتين والقرآن بيقول حمله وفصاله سلسون شهر يعني أنت عملت ثلاث شهور زيادة عن ما قيل في القرآن ليه لأنه فيه تضارف فيه النصوص القرآنية الشيء الغير منطقي ليه أنا بقول إيه اللي يدخله أنه فيه واحدة ممكن يعني ما بيبقاش عندها هلبا حتى لما بعد ما تولد ما ما بيبقاش فيه ممكن يكون فيه أسبوع واحد ممكن يكون شهر واحد طب أنت يعني أنت بتجبرني أو كأنك بتجبرني أن أنا ببقى مخالفة للقرآن طب أنا ما عنديش لبا هعمل ليه يعني في السنتين دول فعشان كده ما ينفعش أنه الإله يدخل في حاجات زي كده طبعا لما تفتح النت تلاقي دي ما عملنا إعجاز علمي أوكي إعجاز علمي الرضاعة في سنتين سنتين واللي بيعملوا الإعجاز العلمي مش واخدين بالهم أنه هناك نص آخر يضرب هذه هذا الإعجاز هو عجزة طبعا يضرب هذا العجز تماما في مقتل يعني لأنه أصبح بكلام بشهادة ابن عباس لا لا حولين ما ينفعوش طبعا أنت بتقول إعجازه أنك لو حملت تسعة شهور خليه يرضع واحد وعشرين كسر الإعجاز العلمي وإن كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا شوقتنا أننا نعرف الباقي بصراحة لأنه يعني الدنيا خلينا أستخدم تعبيري يعني أنا أسفل أحباء المسلمين بس الدنيا هاي صفح فخلينا نواصل طيب أنا أنتقل إلى فكرة جديدة في سورة هود مية وطمنتاشر مية وتسعة نقرأ النص أول القرآن فضل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأنا جهنم من الجنة والناس أجمعين مش عارف ليه هو مبسوط وفرحايم وتشوق أنه يملأ جهنم من الجنة والناس يعني وذلك وتمت كلمة ربك خليني أسألك قبل ما تدخل أنت للتناقض لأنه أنا يعني في حتة كده بتلفت انتباهي تمت كلمة ربك هل تمت فعلا وملئت جهنم الآن بالإنس والجن هل تمت كلمة الله هل الآن النار ممتلئة بالإنس والجن أنا ما أعرفش بصراحة لكن يعني ده رغبته ده إرادته هو عايز كده أيوة بس المفروض أنها لسه ما تمتش يعني الناس لسه مستنية يوم الجيام عشان تقوم من الموت وتتحاسب وبعد كده أجل رايح تقصد الزمن يعني الزمن تمت كلمة ربك صحيح تمت فين على كل يعني الجزئية دي برضو بتشير إلى ناحية هامة جدا يعني بتحسي إله القرآن عنده إرادة بيتشفى بالضبط كده يعني هو مبسوط أنه أنا شغلت له أملأنها من الجنة والناس وكمان النساء في حتة تانية مليانة من النساء الجنة يعني النار من النساء صحيح أغلبها من النساء صحيح فأنا مش عارف هو ليه مبسوط يعني يعني بأنه بير من الناس في جهنم مع أنه إلههم اللي خلقهم مفروض يعني يكون ده وضع هو مش مبسوط منه مش حابه على كل الأحوال أرجع إلى الجزء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هو مش عاوز دي بداية يبقى إذن هنا اللي أنا عايزه لو شاء ربك هو هنا المشيئة لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هو مش عاوز عاوزهم مختلفين عاوزهم مختلفين لكن هو إذن مش عاوز لأنه تعبير القرآن لما يقول لو شاء إذن يعيد المشيئة والإرادة والقدرة إلى الله فلو شاء لعملهم أمة واحدة وهو قادر يبقى هو مش عاوز يعملهم أمة واحدة ده المبدأ الموجود في سورة هود نعم طيب ننتقل إلى حتى نفهم الجزئية في الطبري لهود 118 عن ابن عباس قول ولذلك خلقهم قال خلقهم فريقين خلقهم هو خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم يختلف وذلك قوله فمنهم شقي وسعي خلاص نعم يبقى أنا برجع هنا لكلمة خلقهم فريقين عن المشيئة لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة نعم يبقى هو ما عندوش المشيئة طالفين طيب أنا عاوز أنتقل لفكرة مبدئية أولا في سورة الزاريات في سورة الزاريات 56 يقول وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون كويس هنا بدت فيه مشكلة لأنه المشيئتين في الآية الأولى غير المشيئة في الآية اللي احنا قرأناها الآن لو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة أنا مش عايز أعملهم أمة واحدة وقرأنا من الطبر قولي من عباس عاوزهم فريقين طيب هنا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون طيب مفروض العبادة هنا تكون الأمة واحدة صحيح إلا ليعبدون يبقى إذن المفروض تكون أمة واحدة وفكر واحد والناس دول كلهم متفقين على عقيدة واحدة لأنك أنت بإرادتك وقدرتك ما خلقتهم إلا إلا ليعبدون وخلي بالك هنا الإنس والجن يعني دول خلقتين مختلفتين يعني إنس والجن وخلقهم الاثنين عشان يعبدون فالمفروض يكون فيه نوع من الجمع بينهم في عبادة الله صحيح يعني بنشوف في الثانية هنا الأمم العادية أعتقد تماما نعم تماما يعني إذن الفكرة هالواضحة نعم بالنسبة هتكون للمشاهد واضحة يعني نص قرآني ليقول لو شاء ربك لاجعلهم أمة واحد هو مش عاوز صحيح وقرانا يا بن عباس عاوزهم فريقين عاوزهم إرادته نعم وبعدين في إرادة أخرى يقول وما خلقت وما نعم لا يوجد سبب آخر الهدف الهدف واحد وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون عاوز وضحها بتفسير الطبر برضو للذاريات 56 يقول وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس وهو ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذل لأمرنا يعني الإرادة بتاعته إرادة الله أنه خلق الإنس والجن للعبادة فقط نعم هدى خالقهم لهذا السبب في حين أن آية أخرى خلقهم ليختلفوا ليختلفوا آه مختلفين آه هو ما عايزهم أمة واحدة ما عايزهم طيب إذا كان خلقتهم لهذا الهدف المفروض يكونوا أمة واحد وفريق فريق واحد صحيح إذن أيضا هذا تضارف في آيتين موجودتين في القرآن لكن قبل أن أترك هذه الجزئية أريد أن أصحح مع احترامي أصحح من كتابي ما كتبوا إله القرآن قال ما خلقت الإنس والجن إلا إلا فأصبح لا يوجد هدف إلهي آخر صحيح إلا العبادة وكأنه محتاج للعبادة هل هذا الإله ناقص يخلق ناس بس عشان يعبدوه وقبل خلقة الناس والملائكة قبل ما يكون في أي حد وأي حاجة كان في نقصه بالضبط كذا لأنه وكأن الله يدوب جاي مبارح قبل خلقة الناس ويدوب خلق الناس عشان يعبدوه طيب ما كانش فيه ناس والله في أزليته كان بيعمله نعم نحن نتكلم عن أزل عن الأزل يا إخوة يعني ما لا بداية له طيب الله ما كانش فيه إنس وجين خلقهم لي يعبدون في الكتاب المقدس الأمر غير كذا في الكتاب المقدس بيتكلم عن لذاتي مع بني آدم يعني الله خلق الإنسان مش عشان يعبدوه أنا لو الله أنا بتكلم عن نفسي وحيد وبصراحة هذا منطق المسيحيين لو الله بس خلقني علشان بس أعبدوه مش هنعبدو بس ده مش إلهنا اللي بنعرفه أكيد الله الذي نعرفه خلقنا حبا أوجدنا لشركة الوجود معه أبدع فردوسا لآدم ليعيش فيه هذا الإله الذي أبدع فردوسا لآدم لم يأمر آدم بالصلاة ما فيش صلاة شفناها الآدم لما تخلق آدم ما كانش فيه صلاة طب ما هو حيحتاج للصلاة ليه لا يحتاج لأنه علاقة متصلة الصلدة وإحتياج الصلدة وإحتياج الصلدة بعد الخطية للعودة مرة أخرى إلى حضن الله مرة أخرى إلى جوار الله لأن الإنسان بالخطية ابتعد فإذا كان أساسا خلقهم الهدف ليعبدون ما شفنا آدم في وصية بذوله لازم تعبد فإذا الهدف الأساسي من وجودنا في الحياة هو شركة الوجود مع الله خلقنا حبا وأوجد لنا كل شيء لنتمتع به كل شيء بدون استثناء بعد كده نجد شخص يأتي بعد كل هذه السنوات الطويلة آلاف السنين ليعطي مفهوما جديدا وما خلقته الإنس والجين إلا 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 ليعبدون هل الله فشل في الخلق ما هو خلق للعبادة كم من الإنس والجين بيعبدوا الله أولا بمنطق القرآن إذا كان خلقهم إلا ليعبدون خلينا في البشر ما هو في البشر خلينا في البشر عندنا دلوقتي طبعا المسيحيين كفر واليهود كفر وما فيش ناس يتعبد الله مفروض دلوقتي إلا المسلمين وحتى المسلمين 73 فرقة في منهم 72 فرقة في النار الفرقة الناجية دي واحدة يعني إذا عدد ما خلقتهم إلا اللي يعبدون ده عدد شوية نشايفه جدا في العالم موجود فأين هدف الله ضاع طبعا ضاع الهدف لكن هنا التناقض ده بيبرز سورة أخرى أنه هذا الإله إله القرآن هدفه مش إن أنا أكون موجود مش هدفه إن أنا أتمتع بالحياة هدفه إن أعبده وهذا لا يتناسب مع كمال الله فالله في المسيحية نعرفه أنه الكامل في ذاته المكتفن بصفاته والمكتفن بذاته الكامل في صفاته كل التعبيرين فهو كامل مكتفن مش محتاج عشان يخلق ليعبد و يعني يخلقني لهذه العبادة الناقصة هو في إنسان عبادته أساسا تتناسب مع جلال الله و قداسة الله وبر الله ده إحنا عبادتنا ناقصة مئة في المئة وبعدين هو عنده الملائكة يعني الملائكة بتعبدوا بتخدموا وموجودة حوالي حسب ما خلينا نقول فهمنا البشري طب إيه اللي ناقصه تاني ليه لسه بيخلق إنس و جن عشان يعبدوا تاني وحتى الإنس و الجن ما نجحوش و الإنس و الجن فشلوا في العبادة فإذن هذه الجزئية أنا حبيت طريقة أيضا من طبيعة الله الرائعة في الكتاب المقدس يقول لذاتي مع بني آدم فدي جزئية مفروضة يرجع لها الأحباء المسلمين هل فيها جزئية باقية عشان إحنا عندنا فاصل فيها جزئية باقية لا أكيدا فلصت طيب إحنا نطلع فاصل مشاهدين الأحباء فاصل قصير ونرجع خليكم معنا لم يعمر بقتلي أحد انتشرت في شمد العربية زمن محمد كما كل لا يمكن أنك طلبت وسيتو استحالك لو كنت إله المسلمين يا رب شل كل حاجة من دماغ غير للإسلام سق أن هناك استجابة إلهية هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسل قناة الحياة غيرت حياة الكثيرين قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة قناة الحياة تجمع بين الجرآة في الطرح والمحبة المسيحية والإحترام للآخر لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة تانية وأنتم معانا في تناقضات القرآن وإن كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرة ومش عارفة رأيكم إيه أنتو دلوقت يعني هل فيه تناقض في القرآن فيه اختلافات ولا لسه محتاجين أكتر عشان تدوا رأيكم حنواصل ونشوف وحيد مجهز لنا إيه كمان أنا بنتقل لفكرة جديدة وهي الحسنة مصدر الحسنة ومصدر السيئة في حياة الناس يعني في حياة البشر ومباشرة حتى نكسب الوقت أنتقل إلى سورة النساء 79 نعم يقول إله القرآن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فإله الإسلام يتكلم مع محمد يقول له ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك خلاص هذا مبدأ حطه هنا إله القرآن نعم حط مبدأ مع الرسول فإذا أصابك شيء حسن ده مني أنا شيء سيئ ده من نفسك ده المبدأ اللي حطه وحتى أوسق هذا الكلام أنا أنتقل للطبري تفسير الطبري هو يشرح كويس يقول ما يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فمن فضل الله عليك يتفضل به عليك إحسانا منه إليك وما أصابك من شدة ومشقة وأذن ومكروه فمن نفسك يعني بذنب استوجبتها به اكتسبته نفسك عقوبة يا ابن آدم بذنبك إيه الكلام كلام خطير مش كده كلام خطير جدا يعني السوق اللي يصيب النبي يكون بسبب زنب النبي زنوب يعني هي زنب هو ارتكبه فبالتالي اللي بيصيبه من مكروه هو بزنبه طب خليني خليني معلش بعد إذنك نعدت كده مع بعض المكروب أو الأزى أو المشقات اللي كانت بتحصل لمحمد إيه الحاجات اللي حصلت لمحمد أزى مثلا اليهودي اللي سحره سحر الرسول اليهودية اللي سممته أزى طبعا مكروه مشقة الفقر اللي عاش فيه حسب ما هم بيقوله عاش فقيره مات فقيره وراهندرعه لليهودي طيب الفقر ده مشقة وكمان لما كسرت رباعية رباعيته في أحد مثلا رباعيته هي أسنان صح الجزء الأمام من الأسنان نعم طيب فبرضه ده بزنب نقترف المفروض حسب نص القرآن حسب نص القرآن بص أنا عايزة أشرح حتى الأحباء المسلمين بيخالفوا قرآنه وبيخالفوا كلام الرسول يقولون لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى لكن هم بيرفعوا محمد إلى مرتبة الإله نعم فما لا لا يقبلوا أي شيء مع أنه بيقولك ده بشر طيب لما هو بشر أنت ليه بترفعه لمرتبة الإله ده أنت عندك الله الله لو واحد سب الله يستتاب يسب الرسول بتقتله ده يبقى أعلى من الله فهنا في واضح الكلام وكلام القرآن أنه أي شيء أصابك من مكروه أو إلى آخره ده بسبب ذنب أنت اقترفته لازم تقبلوا الكلام ده مش أنتوا بتقولوا الرسول بشر نسأله من الرسول سحر يقولك بشر هو أي بشر بيصحر أنا لا أصحر أنا لا أصحر على الإطلاق مش عشان أنا لا عشان أنا عندي حماية إلهية أسق في دماء المسيح اللي حررتني اللي بتحميني فأنا لا أصحر لا يستطيع لا جان ولا شيطان يقترب مني ده بيخاف مني مش من وحيد من المسيح اللي في وحيد من روح المسيح اللي في وحيد وفي كل المسيحيين طالما الإنسان عنده علاقة حية مع الله المفروض الشيطان بيخاف منه أكيد مش الشيطان يسحرني ويكون له قدرة علي فيقولون إنه بشر طب لما هو بشر ليه مش قابل إنه بيغلط زيه زي كل الناس مش عنده زنوب وهو عنده زنوب صحيح إلا الحتة دي بيجوا عندها ويقفوا لا ما عنده زنوب يبقى مش بشر أنا أقول عن المسيح إنه ما عنده زنوب ولا خطيئة لأنه ليس مجرد بشر خلاص أنا عندي سبب أنت ما عندكش سبب بتقول بشر يبقى بيغلط طيب هنا الكلام واضح إذن في سورة النساء اللي احنا قرأناها الحسنة من الله والسيئة منه من نفسه من الشخص خلينا نقول من الشخص صحيح عفوا في النساء احنا قرأناها من الطبر وهو بوريها كمان للمشاهدين عشان يكونوا متابعين معنا بزنب استوجبتها به اكتسبته نفسك عقوبة يا ابن آدم بزنبك يعني السيئة اللي هتحصله المشكلة اللي هتحصله خلينا نقول كسرة أسنان الرسول لأنه اقترف الزنب استحق به أنه ربعيته تكسر صحيح طيب خلينا ننتقل إلى سورة النساء ثمانية وسبعين تسعة وسبعين ربما تسعة وسبعين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك قل كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهنا حديثا الآن الأمر مختلف كيف الكلام ده الآن الأمر مختلف لما كانوا في البداية بيقول لرسول الإسلام لو حسنة دي مني لو حاجة وحشة دي منك انت فجاء بعض الناس وقالوا لرسول الإسلام الحسنة من عند الله لكن السيئة منك انت فأنزل إله القرآن نص جديد تكذيب تكذيب قال لهم كل من عندي أنا الحسنة والسيئة من عندي وهو مش فاكر إن هو من شوية اتكلم قال نفس الكلام بتاع يعني كذب نفسه كذب نفسه بنفسه ناقض نفسه بنفسه خلينا نقول التعبير الصحيح ناقض نفسه بنفسه طيب ما هو أنزل تكذيب لكلام البعض المشركين أو الكفار أو إذا كانوا مسلمين يعني مش فاهمين حاجة صحيح طيب إذا هو بيكذبهم بيقولهم لا كلامكم غلط لا هو مش كده هو كده طيب ما أنت قلت نفس الكلام يبقى إذا في نصين هنا نصين مختلفين نعم النص الأول فيه إله القرآن يقول الحسنة من عندي والسيئة من عندي نفسك عشان أنت اقترفت زم نعم في المرة الثانية يقولهم لا الحسنة والسيئة من عندي وبعد ذلك يقولهم لا تفقهون ولا إيه في الآية في الآية هنا بيقولهم لا يكادون يفقهون حديثا طيب يعني أنا ذي الوقت بالآية الأولى اللي هو قالها أقول له أنت لا تفقه في أي حديث يعني صحيح وخلينا يعني أوسق الجزئية دي بتفسير للطبري يتفضل يقول وإن تصبهم سيئة يقول يقول وإن تنلهم شدة من عيش وهزيمة من عدو وجراح وألم يقول لك يا محمد هذه من عندك بخطئك التدبير بيقولوا لمحمد هذا من عندك أنت يا محمد بخطئك التدبير لو حصلت هزيمة أنت دبرت الموضوع غلط دمين عندك دمين عندك طب إيه المشكلة المشكلة التناقض في الآيتين يعني لا أنا أقصد إيه المشكلة أنه يحصل كقائد هو يحصل خطأ طبيعي طب هنا الله بيعيد الخطأ يهو كله من عندك الغلط اللي بيحصل ده مني أنا بس ما تقولوش على محمد كده يعني إله القرآن جاب على نفسه من شوية كان بيقول السيئة منك لما جاء أقوله السيئة منك يا محمد أقولهم لا 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 السيئة مني أنا كمان أنا اللي بد السيئة وبد الحاجة الحلوة يعني في التناقض بصورة واضحة جدا ما أنت من شوية بتقول لا السيئة من عندكم بسبب زنب اقترفتموه والآن يعود يقول لا يا محمد السيئة قلهم السيئة والحلوة من عندك أنا إذن في تناقض لا واضح أنه يعني هل هو يعني لدرجة أنه هو يغلط نفسه عشان خاطر نبي عبد الله زي ما هم بيقولوا طب سين عبد الله إذا كان الله بيغلط نفسه عشان خاطر مين العبد طيب خليني أسأل السؤال كده مباشر مين العبد هنا الله ولا محمد المفروض غير الواقع المفروض يكون محمد بس دلوقت بينشوف في مرات كثيرة بالمناسبة بينشوف إله القرآن تابع حتى عائشة قالت إلهك يسرع إلى هواك عائشة مش إحنا عائشة مش واحدة مجرد واحدة مسلمة عائشة زوجة الرسول تقول له إلهك يسرع إلى هواك يعني إلى تلبية رغباتك ده حتى بيقول له نرى تقلب وجهك في السماء لنولي لنك قبلة ترضاها من اللي يرضى يا ناس الله اللي يرضى ولا الرسول اللي يرضى لازم تفكره قيس أي مشكلة أنتوا بتقولوا دي خصائص الرسول الرسول يكسر الشريعة تقولوا عليها خصائص المسلم يلتزم بالشريعة والرسول إذا كسر الشريعة تسموها خصائص ففيه أشياء كثيرة جدا يعني أعتقد في هذه الجزئية بس أنا عاوز برضو أشير إلى ما هو المقابل عندنا بس بسرعة نعم تفضل في موضوع الحسن من الله والسيئة من الله نحن عندنا بنفرق تفريق وابح جدا بين إرادة الله وبين سماح الله فإرادة الله دائما خير ما فيش حاجة اسمها السيئة من عنده اللهم ما بيبعث شيء سيئ الخير دائما من عنده نعم لكن أنا حينما أختار السيئ يسمح لإرادتي أنا اللي اخترت أنا اللي عاوز فبسماح منه يسمح لي أنا أختار الخطيئة أنا أختار الشر فتأتي عقوبة نتيجة لهذا نتيجة طبيعية للفعل اللي أنا فعلته لكن إرادة الله دائما خير دائما لأن الله قدوس فإرادته دائما القداسة خير إرادته دائما الخير خير مطلق طيب ما عليش لو فيه مثل يعني نقدر نديه للمشاهدين عشان نفهمهم مثل من واقع الحياة يعني نديه للمشاهد عشان يفرق بين ايه هو السماح و ايه هي الإرادة يعني مثلا أنا بشوف فيه مثل قريب جدا وهو الفصل والتلاميذ والأستاذ يعني يعني أستاذ في الفصل وعارف مستوى التلاميذ فعارف أنه فيه تلميذ مستوى ضعيف مش هينجح لا يمكن أنه ينجح بالمستوى دا دا علمه نعم بس دي مش إرادته مش إرادته أنه ما ينجحش نها بس دا علمه فإذا علم الله لا يجب بالضرورة أنه يمثل إرادة الله الله إرادته خير عاوز التلميذ ينجح بس علم الله أنه التلميذ دا مش ممكن ينجح لأنه بمستوى مستوى لا يمكن أنه يؤدي إلى النجاح جاء الامتحان امتحن الطالب وسقط لم ينجح رسم هذه لم تكن إرادة الله كانت علمه وبإرادة الطالب واختياره أنه ما يزاكر فشل سقط يعني سمح له يمارس حريته يمارس حريته يمارس إمكانياته دا السمح دا السمح تقصد التفريق هنا في السمح أنا سمحت لك تمارس حريتك صحيح حتى لو كانت هي ضد إرادتي صحيح بس أنا سمحت لك سمحت لك تمارس هذه الإرادة حتى وإن كانت هذه إرادة أن تأكل من الشجرة إلا أنا قلت لك لا تأكل منها إرادتي لا تأكل من الشجرة بس أعطيتك السمح لو عايز تأكل برحتك بس في مشكلة فكسر آدم إرادة الله وأكل بس الله عالم إنه دا حيحصل نعم فإذن علم الله بكل شيء قبل أن يحدث بدون استثناء يعرف كل شيء قبل أن نخلق في الأزل معرفة مطلقة مش بس بيعرفنا إحنا بيعرف الدودة الموجودة تحت الحجر متى وكيف وأين ستأكل وستعيش وتموت وتتحرك كل جزء من كل سنتمتر في تحركه هو يعرفه تماما أدق أدق التفاصيل لا يوجد شيء لا يعرفه فهذا العلم المطلق إرادة الخير سماحه أنه يسمح لنا نختار فنختار أحيانا الشر الذي هو الضد إرادة الله فالصورة عندنا واضحة جدا وأرجو أن الأحباء المسلمين يعني يحاولوا يفهم الفرق بين إرادة الله وعلم الله لأنهم عندهم مشكلة اسمها القدر والقدرية أصلا فكرة وسنية تسربت إلى العقيدة الإسلامية أشياء كثيرة يا وحيد تسربت للعقيدة الإسلامية طيب ما زلنا معكم مشاهدينا في نفس الموضوع والتناقضات الكثيرة والاختلافات الكثيرة ومنتظرين رأيكم ياريت لو تبعتوا لنا إيميلات تقولوا لنا رأيكم وياريت لو تكونوا معنا على الفيسبوك وتورونا رأيكم في التناقضات والاختلافات هل هي تناقضات ولا نفتري ولا بالضبط فتواصلوا معنا نكمل هكمل في فكرة أخرى في سورة الأعراف 28 في سورة الأعراف 28 يقول إله القرآن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أنا شاهد ده كلام رائع جدا وده المفروض ده المنطق واحد بيعمل فحشاء يقول وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها الله ما بيأمر بالفحشاء ده الكلام السليم الذي نعرفه نعم الله لا يأمر بالفحشاء لأنه إله قدوس نعم طيب ننتقل إلى سورة الإسراء خير هنشوف إذا كان خير ولا لا سورة الإسراء 16 يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا عفوا هنا الإرادة ده رقم واحد إذا أردنا أن نهلك قرية خلينا نرقيم ترقيم صحيح إذا أردنا أن نهلك قرية ده رقم واحد هو عايزه لك رقم اثنين ده الإرادة بتاعته أمرنا ده رقم ثلاث متر فيها ففسقوا هذه رقم أربعة فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا طيب ده عندنا خمسة خطوات أول خطوة فيها ده مشكلة كبيرة جدا كارثة إذا أردنا أن نهلك قرية قرية آمنة هادئة ما فيهاش أي مشاكل ما فيهاش أي خطية تعطيه الحق في أن يدمرها بس هو عايزه يدمرها هيدمرها إزاي إذا أردنا الإرادة طيب عايزه يدمرها أعمل إيه أعمل إيه إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها الناس الأغنياء ففسقوا فيها أمرهم بالفسق أمرهم بالفسق ده كلام القرآن أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول خلاص بعد كده ما عندكمش حجة الحجة إيه أنتو ناس فاسقين وعملت الخطايا التي تستوجب العقاب دمرناها تدميرها طيب أنت من شيء بتقول أنا لا أأمر بالفحشة ولا أأمر بأشياء خطأ وده كان الكلام السليم اللي أنت مفروض تستمر عليه إيه غوايتك إيه هوايتك إنك عايز تدمر قرية ما فيهاش كان أي شر ولا أي خطية تأمر المترفين الناس الأغنياء عشان يفسقوا عشان تقول الآن لدي الحجة والبرهان تستحقون العقاب والتدمير أنا السؤال دلوقتي يا وحيد يعني الطبيعي السؤال الطبيعي اللي يطرق على بال أي إنسان طبيعي بيعتقد في الإله أنه إله على الأجل عادل إيه الفرق النهارده دلوقتي في الكلام اللي أنت بتقوله ده بين الله وبين الشيطان لا فرق يعني إذا كان الله بيأمر بالفسق يأمر الناس أنه ميفسقوا طب الشيطان بيأمر بايه بالصلاح طب الشيطان بيأمر برضه بالفسق إيه الصفات اللي بتجمع كده في الإسلام بين الله وبين الشيطان أشياء كثيرة جدا تجمع بينهم الاثنين للأسف لأنه بنشوف على أنه كثير مما يعمل الشيطان يفعله أيضا إله القرآن يعني تحس أنه في مؤامر من الإله ده مؤامر على الإنسان أنه هو فعلا يعني حق عليهم القول أو تمت كلمة ربك لأملأن الجهنم من من الجنة والناس ده كلام غريب لأنه هنا هنا بيتكلم عن يعني إرادة أنا ده الشيء اللي زعلان منه جدا إرادة الله إذا أردنا أن نهلق قرية طبعا أنت عايز تهلك ليه؟ ليه إرادتك تهلك يعني وما عنده سبب المشكلة أنه عايز يهلك بس ما عنده السبب فعايز يوجد السبب في الأول عشان يهلك أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا خلينا أدي لك نصطاني في نفس السياق من سورة الشمس أديني بس يعني بصراحة أنا مزهولة من أنا بس نوع ذا للأسف دا موجود في القرآن وإحنا بنشير إلى النصوص سورة الشمس سبعة وثمانية يقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا برضو مش علشان كنت بناقش الجزئية دي عن الخطيئة الجدية دي مش مش زرع فيها لنحن ما تكلمش عن زرعة الخطيئة لأنه إله القرآن أكد أنه خلق الإنسان في أحسن تقوية نعم لكن بعد كده أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا يعني الإنسان في سلوكه في حياته طبعا هو اللي حيلهم بالفجور مش هيكون طفلة صغيرة الطفل يعني تولد وهو حامل الطبيعة زي ما إحنا تكلمنا حامل الطبيعة الفاسدة أصبح كبر بيجا بيفهم ممكن يستقبل الإلهام بتاع بتاع إله صحيح عشان كده أنا عندي سؤال ما معنى كلمة أَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا مفروض التقوى المعروفة يعني أيوة يعني أَلْهَمَهَا يعني بيرشدها ممكن بيرشدها المفروض أن أَلْهَمَنِي الله أَلْهَمْنِي الفكرة دي الله أَلْهَمْنِي الموضوع ده الله أنا ما كنتش عارف الموضوع أَلْهَمْنِي جاتني فكرة هنا الفكرة اللي جاتني بيحدد القرآن إنها ملهمة من الله فأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا مفهومة الله خير لكن أفهم إزاي أَلْهَمَهَا فجورها إزاي الله يلهم الفجور والتقوى مع بعض الاتنين نفس السؤال الفرق بين الله وبين الشيطان لان الشيطان بيوسوس بالفجور ولا يوسوس بالتقوى يعني الشيطان محترم نفسه الشيطان ما بيعملش حاجة ضد نفسه واخذ ناحية وحده وعارف هدفه وبيروح يوسوس بالفجور فمحترم نفسه ومحترم هدفه وخطته طيب الاله انت مفروض يكون بس تلهم بالتقوى يعني ده خطتك دي إرادتك إنما نفاجأ أنك تلهم بالفجور وبالتقوى يبقى فيه سؤال لازم وسؤال كبير جدا كيف يتناسب هذا مع كلامك في الأول أنه أنا لا أأمر بالفحشاء وإزاي أأمر بالفحشاء وكذب الناس اللي ذكروا الكلام ده هو واضح أنه هو بس عاوز يغلطهم هو يعني يسمع كلامهم فقال لا أنا أغلطهم أقول لهم أنت غلط وبعد شوية يفسح النفس يعني ويجاهر باللي عندي صحيح لا ضربات يا وحيد ضربات وبعدين فعلا حاجة حاجة متعبة ودينا مشاهدينا زي ما أنتم شايفين بالدليل والبرهان أو خلينا أقول أنه وحيد ما بيستعملش أي مرجع مسيحي الكلام كله ما بين الطبري والجلالين والقرطبي كتبكم هل كتبكم دي غلط؟ هل القرآن غلط؟ فكروا أنتم شوفوا ويريد تشربوا إحنا باقينا حوالي سبعة دقائق فعني لو عندك حاجة بسيطة ممكن ناخدها كويس أنا ممكن أنتقل إلى موقف إله القرآن من الأنبياء والرسل أتفضل في سورة البقرة 253 ويريد قبل ما نخلص لما يكون في باقي ثلاث دقائق كلميني عشان يعني أحاسف في الوقت البقرة 253 يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كلمة فضلنا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يعني حتى فدي حتى فدي اقتتلوا لأنه عاوز الله يفعل ما يريد لو شاء لو عاوز ما اقتتلوا طيب هو في كلام أوضح من كده طيب خليني يعني أقول حتة صغيرة حطيت لنا دايما حتة في المسيحية يعني الشيطان بيقول عنه في حتة الاقتتال الكتاب المقدس بيقول عن الشيطان كان قتالا للناس منذ البدء بيقول كده الكتاب ونيجي هنا نشوف يعني إرادة الله أنه الناس تقتتل صحيح ولو شاء ما اقتتلوا نعم ولكن بأكد الله يفعل ما يريد هو عاوز كذا عايزهم يقتتل طيب أنا الجزئية الأولى اللي أنا علقت عليها كلمة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم لكننا أتي إلى سورة أهل عمران 84 يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم وهناك نفضل وهناك نفضل والواقع الإسلامي يفرقون بين كل الرسل بدون استثناء وبين محمد فالواقع أيضا يقول غير ذلك بل القرآن يقول غير ذلك أنه يفرق بين محمد وبين كل الأنبياء حتى في حديث الشفاعة فرق بين كل الأنبياء وبين محمد يعني كل الأنبياء ذكر كل واحد خطيطه جاء عند رسول الإسلام عنده خطيطة نعم قال له احنا غفرنا لك ما تقدم وما تأخر طيب ما أنت غافر لآدم لما ينفعش للشفاعة تناقض أنت غافر لآدم بآية قرآنية بدون وتاب نعم بكلمات بكلمات طيب وخلاص أصبح تائب آدم طيب ليه حرمته من الشفاعة ليه ما ينفعش ولاحظي خطيطة واحدة بس تطلع النبي من الشفاعة نعم هنأتي إلى رسول الإسلام اللي متكلم عنه هنا دلوقت في القرآن أنه السيئة من عندك بزنب انت اقترفته يعني عنده زنوب نعم واستغفر لزنبك وللمؤمنين وإلى آخره يعني عنده زنوب غفرنا لك ما تقدم وما تأخر من زنبك أنت دلوقت تنفع للشفاعة فإذا في تفريق لا نفرق لا فضلنا لا نفرق بين أحد من رسلي بيتفرق بين أحد من رسلي حال دلوقت تقدر أنت يا مسلم تقول لا إله إلا الله وأشهد أن موسى رسول الله ما تقدرش بتفرق عندك مشكلة لازم محمد رسول الله في الشهادة وإن لم تقل هذه فكل التوحيد باطل لا قيمة له وده موضوع تاني سنفرد له يعني إن شاء الله بحسا في التوحيد أن التوحيد بالإله لا قيمة له إلا أن تشرك في الشهادة رسول الإسلام فالله واحده لا يكفي في الإسلام وفي الإيمان طب هما يعني يعني حسب الآية كده على أي أساس الله بيفرق بين أو بيفضل رسول على رسول إيه التفضيل ليه يعني ما كلهم أنبياء كلهم حسب ما إحنا بنقول مسيحيا يعني كلهم أولادك أو كلهم عبيدك بحسب الإسلام طب التفضيل ليه ده كمان فيه تفضيل في حاجة تانية غريبة جدا وفيها تناقض برضي أنت فكرتين بها دلوقتي يعني بالنسبة للوحي أنزل لموسى وحي وأنزل على داود وحي وأنزل على عيسى طبعا دول كلهم ما فيش حاجة يسمى أنزل إحنا ما عندناش في الكتاب مقدس أنزل لكلمات إسلامية وأصلا ما فيش شيء بينزل يعني لكن أنا بتكلم إسلاميا وأنزل على عيسى وحي كل دول ما لهم شقيمة عند الله لأنه يعني لم يعتمد حفظهم فسابهم يتحرفوا ويتبدلوا بس محمد لا كلامه دا اللي أنزلوا لمحمد دا لا يبدل ولا يحرف ولا يتغير ليه مش أنت بتقول لا نفرق بقى الوحي بتاعك أنت تفرط فيه ودلوقتي بتميز بين الأنبياء دي خرافة مع أنه مين الأفضل طيب مع أنه فيه كارثة مش واخدين بالهم منها المسلمين دلوقتي لما نأتي لنقيم الوحي أيهما أشرف الوحي الذي خطه الله بيده أم الوحي اللي خطه البشر بأيديهم أكيد اللي خطه الله الله خط الله خط الألواح لموسى التوراة لكن لم يفعلها مع رسول الإسلام رسول الإسلام كان عنده كتب بيكتبه أشياء بيغيروها ووارد هذا في المراجع الإسلامية يعني بيضيفوا كلام أو بيغيروا كلام بتاع الله بتاع الله يشيروا وحطوا زي ما هم عايزين ويبقى كلامهم يساوي لكلام الله ده أعظم ده اللي خطه الله بيمينه اتحرف فلم يحترموا يمين الله طبعا افتراء على الله لما نقول كلام الله اتحرف ده معناه إله واحد من اتنين إما ضعيف وإما متآمر إله متآمر مع المحرفين عشان يحرفوا كلامه أو إله ضعيف معرف شيء يحمي كلامه فغلبه الناس وحرفوا كلامه فدي كارثة إذن حتى في التفريق بين الأنبياء في أبجديات الأمور أولوياته وهو الوحي هناك أيضا تفريق بين الرسل وبين الأنبياء طيب أنا بشكرك بس أنا يعني إحنا خلاص بقيلنا حوالي دقيقتين ممكن أجل شوي أنا عندي سؤال في الجزئية الآية الأخيرة اللي هي بيقول ولو شاء الله ما اقتتلوا فيه ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كل دول الأنبياء عائلة وحدة دول يعني إبراهيم أبو إسماعيل وإسحاق وإسحاق أبو يعقوب وبعد كده بيجوا الأصباط عائلة وحدة كلهم أنبياء وكل واحد عنده الوحي بتاعه وكل الوحي ده تحرف كله تحرف هو إسماعيل عنده وحي هو ذاته بيقولك أي كلام وبيحط أي كلام هو إسماعيل أنزل عليه وحي مع الأساس أنه إسماعيل هيجي منه محمد يعني الوحي اللي نزل على موسى اسمه توراو داود اسمه زبور وعيسى اسمه إنجيل أي اللي نزل على إسماعيل اسمه إيه كلام تأليف في السكة بيوجع قارئ القرآن في مشاكل وفي تناقضات كبيرة جدا أنا مشكلتي هنا اللي حرف يعني كل الوحي ده كله مين اللي حرفه دول عائلة وحدة صحيح يعني إبراهيم هل إسماعيل حرف وحي هل إسحاق حرف وحي هل يعقوب حرف وحي الأصباط حرفه يعني كل ده كل ده مشاكل على كل أنا لسه عندي الكثير اللي أكمل في الحلقات القادمة بس عندي كلمة لو سمحتي بسرعة أقول للأحباء المسلمين راجعوا هذه النصوص القرآنية لأن حياتكم مرهونة بالوقت اللي في الأرض هنا طيب أنا بشكر كتير جدا مشاهدين الكرام أهو إحنا قدمنا لكم بنعمة المسيح ولسه الحلقة الجاية حنقدم لكم تناقضات تانية خليكم معنا ربنا يبارك حياتكم صلوا الأجل اشتركوا في القناة على قدúsica من المسيح اللي في القناة بالقناة بنعمة المسيح بسرعة من المسيح من المسيح ونوسيح يحب نعمة المسيح